هل لك لربما التسرب أو تسريب للأسئلة حصل في الأعوام السابقة؟ هل هنا لك لربما آلية تبعتموها هذا العام؟ وأيضا كيف تجري آلية توزيع الأسئلة؟ نعم أعتقد أنه الوزارة كل سنة تستفيد من التجارب السابقة وقضية اليوم ما شاء الله أبنائنا صاروا خضراء بسائل التواصل الاجتماعي وغيرها فأنا أعتقد أن الوزارة قد أعدت كل ما يمنع من تسرب الأسئلة وحتى هناك ترتيب مع الأنترنت بأن يقطع من الساعة الثالثة أو الرابعة فجرا لحد الساعة الثامنة صباحا خشية تسرب الأسئلة وبالتالي أن الوزارة لا يمكن أن تسمح بهكذا خرق كما حصل في السنوات السابقة إما آلية توزيع الأسئلة فأعتقد المديريات هي جاهزة يعني الأسئلة تصل من المدارس إلى المديريات وبالتالي عندما تعتمد يتم توزيعها من خلال المديريات إلى المواقع وبالتالي كل مديرية هي تكون مسؤولة عن قاطعها الذي ممكن أن تقوم به الامتحانات نعم سيد سعد هل ربما لمستم خلال العام الدراسي الحالي تطور بالمنهج الدراسي بالعملية التربوية بأكملها بالعراق شوف سيدة الفاضلة التطور شو كنت يصير شو كنت نشعر به التطور نشعر به عندما يكون هناك لدينا استقرار أمني ووعي وبالتالي نحن نشهد هذه السنة استقرار أمني أكثر من السنوات السابقة ووعي كبير جدا وأيضا حرص من الوزارة وجهات المسؤولة على كافة المستويات والأسعدة بالحرص على تقديم كافة الخدمات وخاصة الاتفاقية الأخيرة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي واليونسكو واليونسيف هذا دليل على أن هناك خطة لتطوير التربية والتعليم في العراق وأن القائمين على العملية التعليمية سواء في التربية وفي التعليم العالي لديهم بعد نظر في هذا المجال وهدفهم الأساس هو تقديم الخدمات الجيدة لأبنائنا الطالبة ولزملائنا من التدريسين في الجامعات والمدارس وبالتالي هكذا خطوات تنم على أن هناك نعم تطور في العملية التربوية بإذن الله وإن شاء الله سيرجع العراق لموقعه العالمي كما كان بأنه يحتل أفضل نظام تعليمي في الشرق الأوسط كما قلنا في السبعينات نعمل في السنوات اللاحقة إن شاء الله نتخلص من كل السلبيات التي مضت خلال الأربعة عقود الماضية ونتقدم خطوة إلى الأمام لكي نقدم تعليم جيد على جميع المستوى ترجمة نانسي قنقر